طيب في برضو بعيدا عن جزيرة غامبا خلينا نروح معكلة دويتو لعلي حجار وحنين ماضي كلمني أكتر بقى عن بعد عشرين سنة أنا علاقتي بأستاذ علي حجار علاقة بقى لها كزا سنة وعلاقة علاقة أخ بأخوك كبيرة عشان ما هو بيزعل ما مش بيزعل يعني بقول له أبويا فإحنا بدنا علاقة إنسانية على المستوى الإنساني كبيرة جدا وعلى المستوى الفني أنا بحب أن أنا طفلة صغيرة وكان حلم الأحلامي إن أنا أشتغل معاه وأول حد اشتغلت معاه كان أستغل الحجار ملحم وحترف يعني فبتدت علاقة جبيرة جدا بنا وشغلنا سوى اللي إحنا عملناه قبل دويتو ده كان الحمد لله كله نجح مع جمهور علي الحجار نجاح كبير لأن أنا يمكن أكتر حد مش عايز أقول أكتر حد بس أنا يعني سامعه كويس قوي وهضمه كويس قوي ومتربي على شغل وكان دايما حتى لو ألحاننا مش يعني مش عارف إنها هتروح لعلي الحجار أنا بلحم في دماغي علي الحجار لحنا ده في دماغي أستاذ علي الحجار فلما حصل اللقاء الأول وابتدينا نشتغل مع بعض طبعا الألحان اللي سمعتها لكلها خدها يعني عادت سمعته خمس ألحان خد منهم أربعة في أول أعدل فبنت بقى علاقة كبيرة جدا فنية وإنسانية وإنسانية كمان أهم وبعدين لقيته بيكلمني بيقول لي أنت وراك إيه نهارده نحن طب ما تجيلي فروحت فلاقيت صديق الشعر سالم الشهباني قاعد عنده قال لي أنا بعمل دويتو وعايز سالم كاتب دويتو وعايزين نغني أنا وحنا ماضي فأنا طبعا من غير ما أسأل أصلا إيه لحنت وإنت يعني لأ أنا روحت الحقيقة عادت يومين تاريت ما بنامش لأنه تاريخهم مع بعض في الدويتوهات اللقاء التاني المال والبنون فتاريخ طب إنت هتروح فين يعني طب هتروح فين وكده كده هتخش في مقارنات وأستاذ عمر خيرت للأستاذ عبد الرحمن أسات زيتنا وأسات زيت الكل يعني فكان الحقيقة موتر جدا بالنسبة لي ومش عايزة أعمل حاجة تبقى شبه اللي تعمل وعايزة أعمل حاجة شبهي وتبقى كمان مختلفة في حتة مختلفة عن اللي تعمل فالحمد لله ربنا وفقنا وعملت اللي احنا أعتقد أنه يعني ناس اتغنى في الأوبرا مع أوركستر كاملة وكان حاجة رطيفة جدا كانت تجربة جميلة جدا يعني ترجمة نانسي قنقر